أكدت إدارة الشؤون الداخلية لمنطقة سافروبول جنوبية روسيا أن انتحاريين قاموا بتفجير أنفسهم خارج مركز للشرطة في المنطقة وقد بلغ عدد الانتحاريين ثلاثة وقد تمكن الثالث من تفجير نفسه دون أن يخلف أي ضحايا من المدنيين وفقا للتقارير فإن مبنى للشرطة تعرض لتفجير في الساعة العشر الصباح يوم أمسنا الاثنين وقد أكدت مصادر رسمية أن ثلاثة مسلحين مجهولين حول اقتحام مبنى الشرطة ولكنهم قتلوا وقالت الشرطة إن الحادثة هجوم إرهابي فاتحت التحقيق فيه وقد تمكنت الشرطة من تحديد هوية المهاجمين الثلاثة حيث قالت إنهم من السكان المحليين ولهم سوابق جنائية وقد بدأت السلطات المحلية في أعمال مكافحة الإرهاب إذا أوقفت الدراسة بالمدارس وروض الأطفال وبدأت بحظر التجول على السكان وقال الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن مكافحة الإرهاب في منطقة شمال القوقازة الروسية هي بمثابة وضعية خطيرة فطالب الشعب بتعاون مع أجهزة الأمن لتعزيز عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة